مرحبا يا شباب معكم أخوكم يهاب من قناة Games Masters واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد رح نتكلم فيه عن لعبة Centro The Third Remaster طبعا هالجزاء تم أطلاقه على البلاستيشن 3 والأكس بوكس 360 وحتى كمان البي سي في سنة 2011 والقصة بشكل عام يا شباب هي عبارة عن عصابة تسمى بThird Street Saints تحاول السيطرة على المدينة اللي هن فيها وتحاول يعني تفرض سيطاتها على العصابات كمان الباقية أو الموجودة كمان في هاي المدينة ومن الأشياء اللي حسنوها في اللعبة هي الـ Graphics وكمان رسم السيارات وحتى كمان شوية من رسم الشخصيات بتحس الألوان كمان صارت أحسن بكثير عن النسخة اللي موجودة بـ 2011 بس طبعا هذا شي كله متوقع مما أنه هي نسخة Remaster الشيء يعني الوحيد اللي ما عجبني أنه ما طوروا في اللعبة زيادة بما يناسب الجيل الجديد يعني أنتو مثلا لما أنت تحاول تركب بالسيارة وتقبس المثلث إذا حركت الكاميرا لأي زاوية فأي يعني العملية دخول السيارة بتوقف مرة وحدة للأسف أنه من ناحية الجيم بلاي الاستوديو ما طور أي شي فيه يعني مثل ما أنتو بتتذكروا بـ 2011 أو اللي لعبها لا حيتذكر اللعبة مختلفت بشكل جدا جدا كبير بس حلاوة الجيم بلاي الاكشن الموجود في الجيم بلاي الصراحة يعني رهيب الأشياء الجميلة كمان اللي حسنوها هو أنك لما تأتي الأعداء أو تطلق عليهم النار بتشوفهم يعني الدم المتناثر عم يطلع بالهواء فهي تعتبر من التحسينات الموجودة على اللعبة من ناحية اللي غرافيكس كمان التحسينات اللي صارت على اللعبة يا جماعة كانت بشكل عام على اللي غرافيكس يعني كان مركزين أكثر شي على موضوع اللي غرافيكس أنه يحسنوا من تصميم السيارات تصميم الشخصيات الألوان تاعت اللعبة بشكل عام واللي كان مستني تغيير في القصة أو حتى كمان زيادة في موضوع القصة فبحب أحكي لك أنه اللعبة صراحة نزلت بالضبط مثل محتواها في 2011 وممكن يعني زيادات جدا جدا بسيطة لأنه أنا لعبت صراحة اللعبة في 2011 وحاسس أنه في أشياء بسيطة تغيرت في اللعبة بالأخير بحب أقول اللي ما لعب اللعبة في 2011 أنا الصراحة بنصحه يلعبها لأنه صراحة اللعبة جدا جدا ممتعة وبالأخير تقييم الشخص اللعبة هو الصراحة 7 من 10 كان معكم أخوكم يهب من قناة في أمان الله